شباب السعودي والشباب السوداني لأنه للأسف الشديد في الفترة الفاتحة العلاقة زي أصابة فتور طبعا مش العلاقة أصابة فتور لكن عموما الكورة والرياضة عموما في الفترة دي حتى الفنون والرياضة كم مصابة الفتور ده حتى علاقاتنا بكل الدول كانت فترانة جدا ما السعودية بس يعني إذا دين حدث نحن بس تحديد عن الزيارة دي ومغزة وهدافها أنا أفتكر أنها زيارة مهمة جدا جدا في وقت مهم جدا جدا ونتمنى أنه نشوف ثمارة في الغريب العاجل وأنا أعتقد أنه الشباب السعودي والشباب السوداني على أهبة الاستعداد في أنه تحصل بينات متوأمة ويقدموا ما يفيد المواطن العربي عموما والمواطن السعودي والمواطن السوداني وأننا كشباب جاهزين نحن بنحيي فعلا الوزير الشباب والرياضة السوداني الدكتور يوسف آدم الضي لك التحاية والتغدير ونستشرف معاك إن شاء الله عهد جديد في الرياضة والاهتمام بالشباب والتوأمة المستمرة إن شاء الله والدائمة بين المملكة العربية السعودية والسودان أيضا نشكر سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة لدى السودان علي بن حسن جحفر فعلا نحن منحييك ساعة السفر